اقتسام أفراح عيد الفطر مع الآخرين مسلمين وغير مسلمين هكذا اختارت إحدى الجمعيات الخيرية البلجيكية دار الورد الاحتفال بقدوم العيد المبارك ففي أحد الشوارع الأكثر ارتياداً وسط العاصمة الأوروبية وعملاً بالتقاليد المغاربية وزعت على المارينة الحلويات والشاي بنكهة النعنع احتفال لقي إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الذين لم يترددوا من التذوق والتلذذ بالمنتجات المغاربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد أبرز هذا الاحتفال الجماعي بالعيد المبارك مدى اهتمام المواطنين رغم اختلاف الأعراق والعادات بالتعرف على الآخرين بعيداً عن أي أفكار مسبقة كان هذا الاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي جاء بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها بروكسل مناسبة جيدة لتعزيز العلاقات بين مختلف الجاليات المقيمة بالبلد لبي فهمي التلفزيون العربي بروكسل